في العراق الجديد وليس في غيره أمثلة حية عندما يسود غياب الدولة ومنطق لا قانون في بلد كالعراق بثرواته الهائلة تخرج الأحزاب السياسية عن مسلكها المألوف إلى سلوك وإلى العصابات أقرب ولأن المال يمثل ديمومة أي مشروع أو مؤسسة كان هو الشغل الشاغل للأحزاب والميليشيات وهمها ومكسبها الأول تعتمد الأحزاب المتنفذة في العراق على عائدات ما تسمى باللجان الاقتصادية التي تضمن استمرار تمويل مشاريع الأحزاب والميليشيات لتعكس خارطة المحاصصة الحزبية في العراق وتمثل أداة فساد كبيرة يسيدر الشركاء العملية السياسية من خلالها على مقدرات البلاد آلية اللجان الاقتصادية تبعتها الأحزاب في العراق لإدارة الوزارات التي تحصل عليها ضمن الحكومة في إطار عملية المحاصصة فتحدد اللجنة حجم أرباح الحزب من المشاريع أو الخطط التنموية وحتى المشتريات على أن يوقف الوزير أي استثمار يمتنع عن دفع نسبة من الأموال إلى حزب الوزير إلى جانب تلك اللجان هناك زاوية أكثر قتامة فميليشيات الحجد منتشرة في المحافظات خاصة تلك المنكوبة من العمليات العسكرية أنشأت بدورها لجانا اقتصادية لكل فصيل اللجنة تدير عمليات الابتزاز والسيطرة على العقارات والأراضي والمشاريع غير أنها تستخدم الخطف والقتل والتهديد المباشر على عكس لجان الأحزاب التي تستخدم النفوذ السياسي وبين لجنة حزبية واخرى ميليشياوية ضاعت مليارات الدولارات ووصل البلد حافة الانهيار على جميع الصيدة خصوصا الاقتصادي منها ولعل ثورة تشرين كانت آخر محاولات الإنقاذ لما تبقى من العراق